الحمد لله رب العالمين نحمده جل وعلا أعطانا من النعم الشيء الكثير فله المن وله الثناء وبعده فهذا درس جديد من دروس تفسير سورة الكهف حيث كان من أواخر ما أخذنا تفسير قصة موسى مع الخضر وكان من أواخرها تفسير الخضر لما وقع عليهم وما مر بهم من الوقائع فقال أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها فنسب تلك الإرادة إلى نفسه وذلك لأنه ربطها بالعيب في قوله أن أعيبها ولذا لم ينسبها لله عز وجل وإنما نسبها إلى نفسه ثم في قصة الغلام قال فآردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه وذلك أن قصة الغلام فيها جانبان الأول قتل الغلام والثاني تبديله بآخر فجمع الإرادتين بقوله فأردنا وأما الثالث فمسألة الجدار حيث قال فأراد ربك أن يبلغ شدهما ويستخرج كنزهما فكان ذلك منسوبا إلى الله جل وعلا إذ لا عيب فيه ولاحظ أنه قال هنا رحمة من ربك وقال في أواخر هذه السورة لما ذكر ما يتعلق بالسور قال هذا رحمة من ربي وبعد في هذا اليوم نتناول قصة ذو القرنين وذو القرنين ملك صالح ملكا الدنيا فنوه الله بذكره وجامع قصته مع ما مضى أنه كان يطوف البلدان وينتنقل من مكان إلى مكان تقربا إلى الله جل وعلا فترك شيئا من أمور الدنيا ليدرك أمورا أخرى من أجل أن يكون ذلك سببا من أسباب صلاح آخرته وقد سأل بنو إسرائيل عن قصة هذا الرجل ولذا قال تعالى ويسألونك إما يهود المدينة وإما قريش مكة عن ذي القرنين أي يطلبون منك خبر هذا الرجل وقد سمي بهذا الاسم لأنه كان يضع على رأسه قرنين فعرف بهما فقال الله جل وعلا قل أي بير لهم أنك ستذكر بعض أخباره ولذا قال سأتلو أي سأقرأ وسأعرفكم منه ذكرى سأتلو عليكم منه ذكر أي منذ القرنين ما يتعلق بالتذكر وما يكون سببا من أسباب الاتعاض فكأنه قال لن أذكر جميع أخباره وإنما سأذكر ما يحصل به الاتعاض والتذكر فقال تعالى إنا مكنا له في الأرض لأنه كان ملك زمانه فأعطي من أمور الدنيا الشيء الكثير فقال إنا مكنا له في الأرض فكان ما أعطاه الله إياه من أمور الدنيا سببا من أسباب قيامه بعبودية الله جل وعلا فقد ذكر الله جل وعلا أصحاب الكهف ولم يكن عندهم من الدنيا شيء ثم ذكر قصة الخضر وبينا أن الله آتاه العلم وثم ذكر قصة ذي القرنين حيث آتاه الله جل وعلا بصة الدنيا والملك فيها قال تعالى وآتيناه من كل شيء سببا أي أعطيناه جميع الأسباب والوسائل التي توصل للمقاصد وما يريده وحينئذ أتبع سببا أي أنه أراد السبب وفعله وبالتالي مكنه الله جل وعلا من أمور في الدنيا لم يتمكن منها غيره ولذا قال حتى إذا بلغ أي اذكر حوادثه وقصصه وملكه وتصرف في ما آته الله جل وعلا ومن ذلك أنه واصل حتى إذا بلغ مغرب الشمس أي الموطن الذي تغرب فيه الشمس بحسب رؤية الناس وجدها تغرب في عين حمية أي في ماء وبئر حار ووجد عندها قوما أي على ساحل ذلك البحر وجد عندها طائفة من الناس فجاء الوحي لذي القرنين بأن يختار فيهم ما يشاء وذلك لأن ذا القرنين من الصالحين ومن العلماء وبالتالي لن يوقع على أحد من الناس شيئا إلا بما يتناسب مع حاله ولذا فوض في الأمر فقالوا يا ذا القرنين إما أنت بالخيار إما أن تلحق بهم العقوبة والعذاب وإما أن تحسن إليهم فقال ذا القرنين الناس ينقسمون إلى قسمين أما من ظلم بالمعصية والذنب ظلم نفسه فهذا له العقوبة والعذاب ولذا قال فسوف نعذبه أي نعاقبه بحسب ما عنده من المخالفة ثم إذا مات فإنه يرجع إلى الله ويرد إلى ربه فيعذبه رب العزة والجلال في نار جهنم عذابا نكرا أي تنكره نفسه ولا تستطيع ولا تقدر على مقابلته وأما الطائفة الثانية فهم من آمن أي وحد الله جل وعلا في أفعاله بتوحيد الربوبية وفي أفعال العبد بتوحيد الألوهية فجعل عباداته كلها لله وعمل صالحا بمعنى أنه أدى الواجبات الشرعية فله جزان الحسنى فإننا سنقابل فعله الجميل بالمقابلة الحسنة الطيبة بما يتناسب مع فعله وسنخاطبه بالخطاب الحسن الذي فيه تسهيل أموره وتيسيرها ولذا قال وسنقول له من أمرنا يسرى ثم ترك تلك الجهة جهة مغرب الشمس فتنقل في الأرض وأتبع سببا أي ذهب ليزاوي للأسباب المؤدية إلى تحقيق المقاصد والغايات حتى إذا بلغ ووصل مطلع الشمس أي المكان الذي تطلع منه الشمس بحسب رؤية الناس على الأرض فقوله مطلع الشمس يعني المكان الذي تطلع عليه الشمس أولا من أمكنة الأرض وجد الشمس تطلع على قوم لم يجعل الله لهم من دونها سترا فلا يوجد حاجز من جدار أو جبل يحجز عنهم الشمس ويبدو أنهم لم يكن عندهم من المنازل والمساكن ما يسر عنهم الشمس قال تعالى كذلك يعني نحن الذين مكنناه من الوصول إذا هذه المواطن وآتيناه الأسباب التي يتمكن بها من بسط ملكه على هذه الأرض وقد أحطنا أي أن علم الله جل وعلا بجميع ما يقع منه محيط بكل جهة من جهات الوقائع التي وقعت لديه وقد أحطنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا تنقل في الأرض وأسر على مقتضيات الأسباب التي تؤديه إلى مواطن أخرى حتى إذا بلغ بين السدين أي وصل إلى مكان آخر غير مكان طلوع الشمس ومكان غروبها وكان ذلك المكان بين سدين أي بين جبلين عظيمين يسداني الأفق وأكثر وأهل العلم على أن ذلك في شمال الأرض وذلك أن هذا الموطن لا يوجد فيه شروق للشمس ولا غروب لها وهذا لأنها لا تغيب عنهم قال فلما وصل إلى ذلك المكان وجد من دونهما يعني من دون السدين قوما وجماعة لا يكادون يفقهون قولا كأن عندهم لغة أخرى يتكلمون بها ومن ثم تلك اللغة مغايرة للغة التي يتكلم بها التي يتكلم بهذه القرنين فلكن بينهما أشياء مشتركة كثيرة ولذا قال لا يكادون يفقهون قولا أن يمكن أنهم لا يفهمون بعض أقوالهم وألفاظهم وحينئذ انطلبوا منذ القرنين أن يجعل بينهم وبين من وراء هذين السدين حاجزا فقالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج وهما قبيلتان عظيمتان من بني آدم يمفسدون في الأرض إن من شانهم أن يزيلوا الخير والصلاح من الأرض والإفساد قد يكون بإفساد أمور الآخرة وقد يكون بإفساد أمور الدنيا فحينئذ انطلبوا منذ القرنين أن يجعل لهم خرجا فقالوا فهل نجعل لك خرجا نعطيك أجرة نقوم بدفعها لك على أن تجعل وتضع بيننا وبين يأجوج ومأجوج سدا وجدارا يحجزهم عننا وحينئذ تعفف ذو القرنين عن أن يأخذ منهم الأجرة وحقق لهم مطلوبهم بدون أجرة فقال ما مكنني فيه ربي خير أي ما أعطاني الله جل وعلا من القدرات والإمكانيات فإني سأبذله معكم في وضع هذا السد بينكم وبين يأجوج ومأجوج مما يكون خيرا لكم يبعد عنكم أذاهم وإفسادهم وحينئذ طلب منهم أن يعينوه بقوة أن يساعدوه بقوة وذلك في أن نفخي في النار من أجل أن يبني هذا السد فقال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما أي أضع حاجزا يحجز بينكم وبين هؤلاء القوم المفسدين الذين تخشون من إفسادهم فطلب منهم أن يحضر عقد الحديد وزبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين قال أنفخوا فطلب منهم أن يحضروا له شيئا من الأمور التي تعينه على القيام ببناء ذلك السد فقد طلبوا منه أن يبني السد بأجرة وخراج ولكنه تقرب إلى الله جل وعلا بأن يبني هذا الحاجز وقال ردم أي حاجزا حصين والردم أكبر من السد وأقوى منه وزبر الحديد أي القطع التي تكون في الحديد وقال في هذه الآيات آتني زبر الحديد حتى إذا ساوى بين الصدفين يعني بين الجبلين أصبح ما بين الجبلين متساوية حينئذ قال لهم انفخوا وفطلب منهم أن ينفخوا في ذلك الجانب وأمرهم أن ياتوا بالنحاس المذاب أو الرصاص من أجل أن يكون سدا يسد بينهم وبين يأجوج ومأجوج حتى إذا جعله نارا فأحرق النحاس وأذابه حينئذ جعله حاجزا يحجز بين يأجوج ومأجوج حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه كطرا فبنى لهم ذلك الحاجز العظيم الذي كان من أسباب امتناع وصول يأجوج ومأجوج إليهم وذلك أن هذا الحاجز من النحاس ونحوه يمنعهم قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا يعني أن يأجوج ومأجوج لم يستطيعوا أن يعلوا على ذلك السد وأن يتجاوزوه وهكذا لم يستطيعوا خرقا لذلك السد فيتمكنون من مجاوزته ولذا قال تعالى قال هذا رحمة من ربي أي أن هذا العمل الذي قمت به من بناء هذا الحاجز والردم والسد العظيم إنما هو فضل من الله جل وعلا رحمني به ورحمكم به ولكن هذا الحاجز في يوم من الأيام سيسقط وذلك في آخر الزمان ويكون هذا من أسباب تسلط يأجوج ومأجوج على من في الأرض قال فإذا جاء وعد ربي جعله دكا أي إذا جاء الميقات المعوعود والزمان المذكور المعروف عند الله جل وعلا في آخر الزمان جعل الله تعالى ذلك السد دكا أي متساويا مع الأرض وكان وعد ربي حقا فإن وعد الله جل وعلا لا يمكن أن يتخلف فهذه آيات عظيمة فيها حكم وأحكام فمن ذلك أن الله جل وعلا إنما يذكر في كتابه من قصص الماضين ما يحصل به الاتعاذ والذكر وأما ما لا ثمرة للناس منه فإنه لا يذكر في قصص القرآن وفي هذه الآيات أن حصولا شيء من نعيم الدنيا أو من ملكها لدى أحد من العباد لا يدل على نقصان درجته عند الله جل وعلا بل بل إن استعملها في طاعة الله كان ذلك من أسباب رفعة درجته ولذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله الإمام العادل ومن هنا نعرف أن من الخطأ ما يفسر به بعضهم مفهوم الزهد بأنه ترك الدنيا وهذا خطأ فالدنيا لم يأتي الشرع بالترغيب في تركها وإنما جاء الشرع بالترغيب في استعمالها فيما يعود بالنفع والخير على العبد في آخرته وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا قد يتفضل على بعض العباد بأن يؤتيه من المقادير ومن الأسباب ما لا يؤتيه أحدا غيره وفي هذه الآيات أن من كان عنده شيء من عيم الدنيا وخيراتها وفضائلها فإن ذلك إنما كان له بفضل الله جل وعلا وبتمكينه سبحانه وتعالى فهو المعطي الذي يعطي إلى أشياء وقد يعطي الأشياء ابتداء وقد يعطيها ببذل أسبابها وفي هذه الآيات مشروعية بذل الأسباب ولإقدام عليها فليس من التوكل على الله أن يترك العبد بذل الأسباب بل بذل الأسباب من القربات فلا يقول النقائل أريد ولدا بدون أن أتزوج ولا أتسر ولا يقول النقائل أريد مالا بدون أن يكون منه سبب لذلك وليعلم بأن السبب والآثر والنتيجة كلها من عند رب العزة والجلالة فقد لا توفق لفعل السبب وقد لا توفق لتملك الأسباب فقد تكون الأسباب عندك ميسورة وقد لا تكون وقد يكون منك فعل للسبب وقد لا يكون وفي هذه الآيات وصف الشمس بالطلوع والغروب بحسب المكان الذي تطلع عليه وقوله في عين حمية أي في ماء وطين فيه شيء من الحرارة وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا أمر العباد بأن لا يلحق العقاب والعذاب بأحد من الناس إلا إذا كان عنده سبب لذلك العذاب والعقوبة وفي هذه الآيات أن الظلم من أعظم أسباب نزول العقوبات وترتيب العقوبات على أصحابها وقد استدل بهذه الآية على جواز التعزير من الإمام لمن أقدم على فعلي أمر مخالف للشرع ظاهرا على وجه يشاهده الناس ولذا قال من ظلم فسوف نعذبه وفي هذه الآيات أن أهل الإحسان حقهم أن يحسن إليهم وأن يقابل إحسانهم بالجزاء المناسب لإحسانهم وفي هذه الآيات أن من سنة الله في الكون أن أصحاب الإيمان والعمل الصالح يسر الله لهم أمورهم ويجعلها هينة سهلة وفي هذه الآيات جواز جلوس الإنسان في الشمس وبقاؤه فيها كما أن هؤلاء القوم كانت الشمس تطلع عليهم ولم يكن لهم من دونها سترا وفي هذه الآيات أن علم الله جل وعلا محيط بالوقائع والحوادث وأن الله جل وعلا لا يخفى عليه شيء من أحوال الناس وفي هذه الآيات ذكروا يأجوج ومأجوج وأنهما قبيلتان عظيمتان من شأنهم الإفساد في الأرض وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات أن هناك دلالة على وجود مواطن في الأرض لا تغيب الشمس عنها أبدا وفي هذه الآيات ذكر يأجوج ومأجوج وأنهم حقيقة واقعة وأنهم سيفتح لهم الردم في آخر الزمان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من ردم يأجوج مثل هذا وأشر بأصابعه صلى الله عليه وسلم وفي هذه الآيات جوازوا ذكر معايب إنسان إذا كان على جهة التقاضي أو على جهة كف ما لديه من الشر فإنهم قالوا عني أجوج ومأجوج بأنهم مفسدون في الأرض وفي هذه الآيات جوازوا عقد الإيجارة على عمل فإن هؤلاء القوم قالوا لذي القرنين نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا فهذه إيجارة على عمل وقد حدد العمل فيها وفي هذه الآيات أيضا تنزه الإنسان عن أخذ الأجرة على الأعمال الصالحة التي يكون لها أثر في صلاح أحوال الناس وفي هذه الآيات دلالة على مشروعية رد أهل الفساد عن فسادهم كما رد ذو القرنين يأجوج ومأجوج عن إفسادهم في الأرض وفي هذه الآيات مشروعية التعاون على البر والتقوى بما يعود على الآخرين بالنفع ولذا قال فأعينوني بقوة وفي هذه الآيات جواز ذكر الإنسان لخططه المستقبلية ومشاريعه الآتية كما قال أجعل بينكم وبينهم ردما وفي هذه الآيات وفي هذه الآيات جواز الانتفاع بما على الأرض من أنواع ما فيها من حديد وغيره وفي هذه الآيات جواز عمل الإنسان في الحدادة وأنه لا حرد عليه في ذلك وفي هذه الآيات التعاون على البر والتقوى كما في قوله قال انفخوا وقال فأعينوني وفي هذه الآيات جواز استعمال النحاس فيما يعود بالنفع والخير على الناس وفي هذه الآيات معجزة كونية حيث أخبر أن يأجوج ومأجوج لن يظهر على ذلك السد ولن يتمكن من نقبه إلى أن يأتي وعد الله جل وعلا وفي هذه الآيات أن من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعبد أن لا يمكن أعداؤه من أذى وفي هذه الآيات نسبة الفضل إلى الله جل وعلا فهو المتفضل بالتالي لا ينسب الإنسان إلى نفسه شيئا من أمور الدنيا وإنما هي محض فضل من الله جل وعلا ورحمة منه سبحانه وتعالى فهذه آيات عظيمة بما يتعلق بتفسير سورة الكهف ولعلي إن شاء الله في الدرس القادم أختم هذه السورة المباركة بارك الله فيكم ووفقكم الله لكل خير وجعلني الله وإياكم من الهدات المهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين ختم الله لكم شهر رمضان برضوانه وأعلى عندكم درجاته كما سأله سبحانه أن يصلح أحوال المسلمين وأن يجعلهم هداة مهتدين هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ترجمة نانسي قنقر